أنا بقى نروح للفريق الأول لكرة القدم وطبعاً الكلام طبعاً عن مطشئ الأهلي والمصري والتعادل السلبي اللي حصل فيه كلام كتير ممكن يتقال عن ملاحظات عن تحفزات عن فرص ضاعت يعني كل ده ما ينفيش بأي حال من الأحوال أننا إلى هذه اللحظة إحنا اللي متصدرين ترتيب الدوري بت 31 ونقطة حتى هذه اللحظة ميستر كولر قال يعني كده بالنص قال عندنا فرص ضاعت لكن هنشتغل على اللعيبة ونعرف إزاي نوقف هذا الأمر مفيش مطش حيتحسم طول ما فيه فرص بالضيع طبعاً الكلمتين دول يتقال عليهم كلام محترم جداً منه الحقيقة فيهم قدر كافي من الوعي والإدراط وفكرة أن أنت ما تبقاش بتدور على أي شماعة عشان تعلق عليها أي أخطاء لا عندنا خطأ في حاجة معينة نقف نتدركه ونشتغل على إصلاحه وزي ما النادي الأهلي كالعادة عودنا يعني اقفل الصفحة وافتح صفحة المطش اللي جاي وبالمناسبة المطش اللي جاي مش هيكون هاي المباراة الأهلي واسموحة في نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثة الجاي إن شاء الله أكيد طبعاً زي ما حضراتكم يتابعوا معنا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي الفريق أدى تدريبات يوم الجمعة اللي فاتت والنهاردة إن شاء الله حيواصل هذه التدريبات خلونا كمان نطمنكم على ياسر إبراهيم اللي كان اتصاب للأسف في مطش المصري كابتن سيد عبد الحفيز أكد إن الأشعة كشفت عن إصابة في العضلة الضمة وحيخضع إن شاء الله لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية أكيد بنقول لي ياسر مليون سلامة وإن شاء الله ترجع بأسرع يعني ما يمكن بإذن ده إن شاء الله بقى نكمل الموسم يا كريم من غير تاني إصابات يعني لأن الموضوع بقى غريب هو مش صح هو بقى غريب لا بس إصاباتك رباط صليبي وحاجات زي كده برضو حتى لو كان الأعداد أقل لكن ستيليا كريم الوضع مش حلو يعني ربنا يسلم طبعا الفترة اللي جاية إحنا محتاجين كل عضو عندنا في الفريق يعني ما فيش استغناء عن مجهودات أي لعب عندنا إحنا محتاجين كل لعب موجود فإن شاء الله تكمل على خير ويرجعون لنا بالسلامة وما يبقاش فيه أي تأثير على الفريق بتاعنا يعني سواء بإصابات أو بغيابات الفترة القادمة بإذن الله كل التوفيق وحنا نتكلم طبعا في كل التفاصيل دي ويعني حنتماد أكتر في التحليلات وغيره والتوقعات بس طبعا في الفقرة الحوارية